اشتركوا في القناة وعبرت مريم أمجون عن فخرها واعتزازها الكبيرين بتمثيل المملكة المغربي أحسن تمثيل في هذه التظاهرة ثقافية الكبيرة ونصحات الأطفال المغاربة بالقراءة والمشاركة في مصابقة تحدي القراءة العربية وبهذا الخصوص انتمع تصريح مريم أمجون بداية أود أن أشكر الشعب المغربي كله على مساندتهم لي ومساعدتهم لي فلو لهم ولما وصلت إلى هذا المقام فشكرا لهم بداية أود أن أشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله على اتصاله لي وقد أسأل أسئلة حول من أكون وكيف كان التحدي ورحلتي في تحدي القراءة العربي وبركة للتتويج قرأت ما يقارب مئتي كتاب ولكنني شاركت بستين منها سيرة عنترة أحببت هذه القصة لسببين السبب الأول هو شعره وجمليات شعره فشعر عنترة كان له يتميز بالموسيقى والجاز فكيف لي ولا أن جذب إلى شعره وهو القائل لقد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كل ما نقبوا لله ضربني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب والسبب الثاني هو قوة بأسه في الحروب فعنطر ابن شداد كان قويا ويحارب من أجل سمعته ومن أجل قبيلته ومن أجل حبيبته ابنة عمه عبلة ابنة عمه مالك بداية أود أن أشكر الشعب المغربي كله على مساندته لي فلولاه لما وصلت إلى هذا المقام وشكرا من جهتها كشفات أم مريم أمجون أن الإبنة ديالها كتميز بالعديد من المؤهلات الفكرية التي ساعدتها على الظفر بتتويج في مصابقة تحدي القراءة داعية الأسر المغربية إلى التصالح مع القراءة وتوجيه أطفالهم إلى الكتوب التي تنمي قدرتهما نستمعوا بالنسبة لإحساس أكيد أنني جد مسرورة للوصول الإبنة ديالي للمقام لأنه تتويج للمجهودات التي قامت بها طيلة السنة الماضية وطيلة العطلة من أجل تتويج في هذه المصابقة تحدي القراءة العربي والكلمة التي أريد أن أصلها للمغاربة هو أن يهتموا بالأبناء وأن ينموا قدراتهم وأن يهتموا إلى مواهبهم فكل طفل له موهبة يجب الاهتمام بها والرقي بها وخصوصاً القراءة لأنها مرقات الشعوب ولأنها هي التي كما قالت مريم فهي مستشفى العقول أكيد من الأسرة بأكملها فالأسرة لسواء الأم أو الأب فهو أيضاً في مجال التعليم أكيد أن مريم أحبت الكتاب قبل أن تقرأه لأنها تجد الكتاب في جميع أركان البيت فمريم تجد أمها مشغولة بالكتاب وأبوها نفس الشيء مشغول بالكتاب فكيف لا تحب مريم هذا الكتاب فستكشفه وستقرأ الكتاب وتعرف ما يوجد داخل هذا الكتاب حتى وبهذه الطريقة أحبت مريم الكتاب وأصلاً مريم لديها طاقات أعترف بها فهي طاموحة وتبحث دائماً عن الجديد أكيد أن هذا تاج على الرؤوس الأسرة دي النول العائلة كاملة أن جلالة الملك محمد السادس يتصل بالإبنة ديالي وأنه نوع من تشجيع وتحفيز الأطفال المغاربة كاملين على القراءة هذا نوع من تشجيع من جلالة ملك محمد السادس اللي كانت توجهه له بالشكر وكانت منه له طول العمر وكانت الطفلة مريم أمجون قد فازت بجائزة تحدي القراءة العربي لسنة 2018 وتفوقت على 300 ألف متصابقة في المغرب و16 متصابق في الدور النصف النهائي و5 متصابقين نهائيين بحيث حصلت على جائزة مالية القضاء ديالها 500 ألف درهم إماراتي خب اليوم تهى شكرنا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة